نعم بروح حق نقطة بس انت تكلمت عن جزئية النيابة والامر الخاص انا قبل شم يوم تحديدا يوم 22 في مانية في تغريدة للنائب الفاضل صالح عاشور يقول نستغرب رفض غالبية اعضاء مجلس الامة مقترح لغاء عقوبة السجن في قانون المطبوعات وعن المغردين واصحاب الرأي خصوصا من يطالبون بالحريات التي كفلها الدستور طبعا انا انا تكلمت وايد عن موضوع قانون المطبوعات البعض يقول شونه تابون الناس على راحتهم يسبون ويجرحون وهينون لا لا احنا نرفض هذا الامر نرفضه تماما لكن اليوم موضوع السجن ترى صعبة اسجن واحد والله لانه قال مثلا مثلا والله اتحاد الاسباني تعمد يفوز برشلونة بالدوري مثلا الحكم الاسباني تعمد يفوز ريال على برشلونة هنا ترى بالكويت اذا صار هالامر يعني يصير تروح النيابة ويتلوم معاك كل القناة كامل فريق عملها بالنهاية ممكن القاضي ممكن يرى بان في انت اخطيت ويحكم عليك بالسجن هذا موجود بالكويت لانك قلت جزئية هذا الامر فاليوم احنا يا اخي اغلظ العقوبة المالية اغلظه بدال خمستالاف واحد اخليها عشر تالاف اخليها خمستعاش الف احنا الكويتيين نحب له فلوس صراحة ما نقول له احنا احب له فلوس لما تقول لي والله ادفع عشرين الف راح احسب حساب الكلمة الف مرة مليون مرة لكن لما تقول لي سجن لا والله اقول السجن ان السجن احبه احبه الي من يقولها دايما النواف الخالدي ما يشنو الجملة اللي يقولها والله عشان حرية الرأي وكلمة الرأي اما لما تقول لي والله عشرين الف لا والله عشرين الف احسب حساب الكلمة مليون مرة فاليوم اغلظ العقوبة المالية بس مو سجن سجن عشان اقول فلان تعمدي يخسرني ولا عشان والله يقول فلان داخل مراهنات مثلا لما حين أقول مبارك الدوسيري محشون طبعا داخل مراهنات راح يشتكع عليه ممكن يدقلني السجن هل هذه حرية راي أغلظ العقوبة المالية وأحفظ حقوق حرية الراي والراي الآخر طبعا محشون نعم أقول قولها عشان أسجنك ونرتاح منك